موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبتي المشاهدين مباركوا لنا ولكم شهر رمضان المباركة عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة والإحسان الإمام الحسن عليه السلام وقيادته للمرحلة بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام واحدة من أهم المنعطفات في التاريخ الإسلامي هي خلافة الإمام الحسن بالخلافة الظاهرية نتحدث الإمام الحسن عليه السلام أصلح الله به بين فئتين كبيرتين من المسلمين البعض يقول أن هذا الحديث موضوع ولا صحة له والبعض الآخر يقول أن الإمام الحسن لم يصالح بل هادا لوجود ظرف موضوعي أحاط بالإمام الحسن الأبعاد السياسية والتاريخية في شخصية الإمام الحسن هذا ما سنبحثه اليوم بكل موضوعية وتجرد مع ضيفنا عبر الأقمار الأستاذ الدكتور رحيم فرحان صدام إذن أرحب بكم أجمل الترحيب وأرحب بضيفي لهذه الأمسية الرمضانية المباركة دكتور رحيم حياك الله دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك ومبارك لنا ولك شهر رمضان المبارك إن شاء الله وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله وأبارك للأمة الإسلامية الجمعاء ذكرى ولادة الإمام الحسن جيد إذن أحبتي نبدأ هذه الحلقة على بركة الله بعد فاصل قصير أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي عدنا لنبدأ هذه الحلقة أكرر الترحيب كذلك بضيفي جناب الدكتور رحيم فرحان حياك الله دكتور دكتور الإمام الحسن عليه السلام نبدأ منذ هذه الرواية أنه سيصلح الله أن ولدي هذا إمام وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين هذه الرواية ما مدى صحتها باعتبار أن البعض يقول أن ذيل الرواية إنما هو أضيف إضافة أموية لهذه الرواية الحقيقة هي رواية موضوعة يكفي أن الذي أخرجها هو الإمام البخاري المتوفى 256 وهو معروف بولائه للخلافة أو الأسرة الأموية هو كاتب ذا نفس أموي وهذه الرواية تعطي شرعية لخلافة معاوية أو بنو أمية بشكل عام ثم الرسول بصريح القرآن لا يعلم الغيب أكثر من 20 آية قرآنية تصرح دكتور عفوا دقيقة خليه أقف على هذه العبارة شوية ثقيلة دكتور أراك كثيرا ما تتهجم على البخاري نعم لماذا؟ الحقيقة أكاد أنتهي من كتاب يعني مرة تصفه الإمام البخاري ومرة تقول أنه أموي الهوى علما أنه جاء في الزمن للحكومة العباسية وكانت الحكومة العباسية تقريبا مشرفة على مؤلفاته وعلى حركته الإمام البخاري كتب كتابه المعروف الجامع الصحيح وكذلك التاريخ الكبير أو الضعفاء الصغير والتاريخ الأوسط كلها في عهد الخليفة العباسي المتوكل الخليفة العباسي المتوكل الذي حكم ما بين سنة 232 للهجرة و247 كان معروفا بالنصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام وهذا القدر مشترك بينه وبين البخاري الذي أسلم جده على يد والي الأموي في بخارة هذه نقطة مهمة أسلم جد البخاري على يد والي بخارة من قبل الأمويين ولذلك كتابات البخاري كلها تصب في مصلحة بني أمية واستنقاص أهل البيت بشكل عام أنا أستم متحامل وأكاد أنتهي من كتاب عن أثر البخاري في الكتابة التاريخية دكتور وإن كان عفوا نبتعد قليلا عن موضوع الحلقة لكن الكلام مهم هل صحيح ما ينقل أنه لا توجد نسخة مخطوطة بيد البخاري نعم أول نسخة أقدم نسخة موجودة بعد وفاة البخاري تقريبا 150 سنة أو 151 سنة بعد وفاة الإمام البخاري نعم هل هذا يضع الكتاب في دائرة الكتاب هو كله على بعضه عبارة عن خرافات وأساطير وأنا صرحت هذا التصريح أكثر من مرة في لقاءاتي معكم وفي قناة النجباء الدراسة العلمية الموضوعية التاريخية النقدية التحليلية تثبت أن الإمام البخاري ذا نفس أموي والكتاب ليس بخطه لا يوجد مخطوطة واحدة بخطه ولا بخط تلامذة البخاري ولا بتلامذة تلامذة البخاري بعد قرن ونصف كتبه الكتاب الصحيح دكتور لماذا أعطي هذه الهالة الكبيرة؟ لأنه ذا نفس أموي أولا ناصبي معادلة دكتور عجيب هو كتب في زمن الحكومة العباسية وبيشراف الحكومة العباسية المتوكل عندما قضى على الفلاسفة والمعتزلة الخليفة العباسي المتوكل وأتى بالمحدثين المحدثين يمتازون باللاعقلانية واللاعلمية واللاموضوعية ويجمع بينهم النفس الأموي ما الذي يجمع بين المتوكل والنفس الأموي أو الكتابة بنفس أموي أو الأحاديث ذات التوجه الخلافة الأموية هو شيء واحد العداوة للإمام علي خاصة وأهل البيت عامة لذلك هذا الحديث يقفي أن الإمام البخاري وإن وصفته بالإمام هو إمام رجل دين على يتحال ويمتاز باللاعقلانية كتاباته عبارة عن خرافات وأساطير اعتماده في تاريخه وفي كتابه الجامع الصحيح كلها يمتازون رواته أما من الخوارج أو النواصب أو الأمويين يعني لديه أكثر من أربعين راوين من بني أمية نسبة فضلا عن موالي بني أمية فضلا عن الخوارج فلا يمكن اعتماد البخاري في الكتابة عن أهل البيت إلا من باب التحليل لأنها جميع رواياته باستثناء روايتين أو ثلاث في الأغلب تكون صحيحة وإلا الكتاب عبارة عن خرافات لا يقبلها العقل بعيدا عن التمجيد الذي يناله من قبل اتجاه السلفي التكفيري وبالذات الوهابي جيد نرجع إلى الموضوع دكتور أنا كان عندي كثير من الأسئلة أطرحها في خصوص البخاري من حيث الشخصية ومن حيث الكتاب ومن حيث ما أعطي لهذا الكتاب من هالة قدسية ولكن الكلام اليوم عن شخصية الإمام الحسن عليه السلام روحي له الفداء دكتور الإمام الحسن الجوانب السياسية في شخصيته الإمام الحسن استلم الإمامة وصالح هل صالح أم هادا؟ هو صلح نعتبره كصلح الحديبية الرسول عندما صالح المشركين في صلح الحديبية من حيث الاصطلاح هو صلح لكن هل كان مصالحا لهم عقديا مثلا؟ أم أنهم بقوا مشركين؟ هل اتفق أو التزم بن أمية أو أهل مكة أو قريش بهذا الصلح؟ كذلك معاوية ابن أبي سفيان عندما صالحه الإمام الحسن من المقصود بالصلح؟ هل انتهت الخلافات بينهما؟ هناك شروط في هذا الصلح عبر عنها معاوية ألا أن كل شرط شرطه للإمام الحسن فهو تحت قدمي جيد دكتور ما هي الشروط؟ أولاً أن لا يسمى معاوية بأمير المؤمنين وأن لا يطلق عليه مصطلح الخليفة أن يعمل بالكتاب والسنة أن يأمن شيعة أهل البيت ولا يقتل أو يفطهد أحداً منهم أن لا يعين أحداً من بعده خليفة وهناك اختلاف في فقرة المعينة وهي هل يكون الحسن من بعده؟ بعض المؤرخين ينصون على أن يكون الحسن خليفة من بعد معاوية وفي رواية أخرى على أن تكون الخلافة شورى من بعد وفاة معاوية وفي كل الحالتين نقضهما معاوية وتخلص من الإمام الحسن عندما سمه عن طريق جعدة بنت الأشعث وعين ابنه يزيد ولياً البعض يحاول الانتقاص من الإمام الحسن عليه السلام ويقول الإمام الحسن هو من سلم زمام الأمور بيد بني أمية وهو الذي قوى بني أمية بصلحه مع معاوية الكتابات عن الإمام الحسن غالباً ما تكون عاطفية وليست علمية هناك مؤلفات مبكرة عن الإمام الحسن مثلاً المدائني المتوفى 225 للهجرة هو مولى بني أمية مع ذلك أغلب روايته تمتاز بالموضوعية والدقة عن الإمام الحسن ولكن هناك جانب آخر سلبي للغاية بمعنى روايات حياة الإمام الحسن التي كتبها بأسلوب عاطفي أيضاً الشيخ باقر شريف القرشي وراضي آل ياسين كذلك وكتابات أخرى كلها تمتاز بالنزعة العاطفية أكثر منها موضوعية وإن كان باقر شريف القرشي أحاطه بالروايات تصب جميعها عندما تنظر إلى الهوامش مثلاً يقول لك اليعقوبي الطبري ابن الأثير ابنها بالحديد وجميعهم ينقل عن المدائني بمعنى هناك وقفات أو مواضيع أو رؤى أحاديث تنسب إلى النبي رواية تأريخية كلها تستحق دراسة علمية موضوعية دقيقة وهذا الأمر غير متوفر حالياً في أغلب الدراسات وهناك الاتجاه السلفي مثل من علي الصلابي خير من يمثل الاتجاه الأموي في كتابة التأريخ الذي يقوم على الدس والتشويه والتزوير والتلاعب الحقائق والتدليس وهو معاصر ليبي معاصر كتب حياة أمير المؤمنين الحسن بن علي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب كتاب يعتمد التزوير فنحن ما بين التزوير وما بين الكتابات التمجيدية العاطفية التي ذكرتها التي تعشق الإمام الحسن ومن حقهم أن يعشقوه ويحبوه ولكن تطغى النزع العاطفية على الموضوعية في كتابة التاريخ جيد دكتور هل فعلاً أن الإمام الحسن هكذا أنا قلت يحاول البعض الاستنقاط من الإمام الحسن عليه السلام ويقول هو الذي سلم زمام الأمور بيد بني أمي الحقيقة هذا نفس وجدته مثلاً على سبيل المثال الكاتب الكبير أحمد صبح منصور على سبيل المثال عندما كتب عنوان في موقع الحوار المتمدن الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة وغيره من كتابات مثل ابن تيمية وهو أيضاً من كتاب بني أمي الحقيقة أن الإمام الحسن استجاب لظروف موضوعية وهو أول خليفة أو حاكم عربي أو حتى إسلامي يتنازل عن السلطة بمحض إرادته وهذه تعبر عن نفس كبيرة لا توجد إلا في الحالات النادرة وجدناها مثل محمد صوارد ذهب في السودان على سبيل المثال وغيره من بعض النفوس الكبيرة والأعلام الحقيقة الحسن تعرض إلى الاضطهاد وهو استلمها بعد مقتل أبيه وأبيه الإمام عليه السلام عندما في الأيام الأخيرة من حياته كان معاوية يقوم بغزوات وغارات على المدن في الأنبار وشمال العراق بل وصل إلى أطراف العراق في عمليات نهب وقتل وسبيل النساء المسلمات في حين هناك تخاذل في الكوفة من شيعة أهل البيت دكتور أنا أقف على مفردة شيعة أهل البيت هل كان فعلاً التخاذل من الشيعة؟ أم أنها كانت هي البلدان هكذا؟ يعني الكوفة أنذاك هل كانت فعلاً شيعية؟ الحقيقة كانت ذا غالبية نفس علوي وبعضها شيعي التشيع ومعناه والصلاحي يحتاج إلى مناقشة كثيرة ومصطلحاته تأثرت وتغيرت ومدلولاتها أيضاً فشيعة الإمام علي عندما كان يراسل يقول شيعتنا أو شيعة أهل الكوفة وهكذا أما أنه هل خذلوه؟ نعم غالباً خذلوا الإمام علي واستغل ذلك والي الشام معاوية بن أبي سفيان وقام بعديد غزل حجاز واليمن وأجزاء من الأنبار وقاموا بقتل المواليد للإمام علي ولم يستجيب أغلب الناس للإمام علي في تلك الظروف قتلة أو استرشد الإمام علي واستلمها الحسن وجود التخاذل كثرة الشهداء والقتلة من أصحاب الإمام علي نتيجة حرب صفين والجمل والنهروان فضلاً عن غارات التي قام بها ولاة معاوية على العراق شعر الناس بالملل أرادوا السلام بأي ثمن وتعرض الإمام الحسن أيضاً لمحاولة اغتيال وطائن فالحقيقة سلم بالأمر الواقع الإمام الحسن كان ذا رؤية عسكرية سياسية موضوعية قدر الأمور حق تقديرها أنه لا يستطيع الاستمرار في مواجهة دكتور قلت الظرف الموضوعي هو الذي أقعد الإمام الحسن أو أجبر الإمام الحسن عليه السلام كما سميته على الصلح دكتور هل تعتقد معي أن المال الأموي كان اللاعب الأبرز الذي فتت صفوف جيش الإمام الحسن نعم هذا دقيق وله دور كبير بمعنى أنه معاوية رشا عبيد الله بن عباس بن عم النبي أنا أريد عذراً على كثرة المقاطعة لكن هل كان عبيد الله بن العباس أم كما يقول طه حسين عبد الله بن العباس كلاهما بمعنى عبد الله بن عباس الذي يسمى زوراً وقهتالاً الحبر الأمة سرق أموال البصرة وهرب سنة 1939 في عهد الإمام علي هذه البصرة من قبل ما بيوق العباس نعم هذا صحيح هذا كفساد إداري لا نستطيع تبريره كما حاول بعض المعممين لا سيما عميد المنبر الحسيني تبرير فعلته هذه بل هو سرق الأموال وانشق وهرب إلى مكة هذا عبد الله بن عباس أما عبيد الله بن عباس فاستلم ما يقال بالعشرة آلاف دينار أو درهم من الذهب ووعده معاوية على أن يعطيه عندما يصل إلى الشام العشرة آلاف الأخرى وقد فعل فالأموال لها دور في شق صفوف الإمام دكتور يقال أنه رشاه بألف ألف دينار هذه من المبالغات في الأرقام الحقيقة لأن حتى ذكرته قبل قليل أحمد صبح منصور زعيم القرآنيين المعاصرين والذي يعيش في الولايات المتحدة أيضا اتهم الإمام الحسن بقبول الرشوة أنه قبل أن يعطيه معاوية ألف ألف درهم أو دينار من دار أب جورد في بلاد فارس أو خمسة آلاف درهم ألف درهم أيضا وكذلك سيد محمود القرآني في كتابه انتكاسة المسلمين الوثنية أيضا اتهمه بأنه قبض الرشوة وهي تهمة يصعب قبولها لا سيما أن الإمام الحسن كانت بيده الخلافة بمعنى بيت المال في يده لا يمكن أن يقبل رشوة محدودة في مقابل خزينة الدولة جاي الدكتور أكثر لعل الإمام الحسن عليه السلام أكثر شخصية بين أئمة الهدى سلام الله عليهم تعرض للطعن الإعلامي وتعرض للهجوم الإعلامي عليه كثيرا فمرة يصفوه قبول الرشوة مرة يصفوه متخاذل مرة يصفوه مزواج مرة يلعنوه أمير المؤمنين مرة عجيب هكذا يعني شخصية تتعرض هل هو كان فعلا مزواج الحقيقة أو مطلاق أصح بالنسبة للتهمة أنه كان مثلا متخاذلا أو مزواجا أو من هذه غالبا يكون مصدر هذه الرواية السيف بن عمر التميمي المتوفى سنة 180 للهجرة التهم الإمام الحسن بالجرأة على الإمام علي مثلا موجودة روايته في كتاب الإمام والسياسة منسوب إلى ابن قتيب المتوفى 176 كذلك الطبريك كذلك بعض المثل البلاذري في بعض رواياته سيف بن عمر نعم كان يعبر عنه ابن حبان المتوفى 354 أنه بالرواية ساقط اتهمه بالزندقة وهو بالرواية ساقط الرواية التاريخية أقصد لكن لا يزال كثير من المسلمين يحتاجون بروايته خصوص رواية اسمها غضوءه ذكرتها قبل قليل نعم التي يتجاوز يصور الراوي أن الحسن تجاوز على أمير المؤمنين في مسألة إسباغ الوضوء نعم الحقيقة بالذات قلت الحاكم النيس عبوري صاحب المستقلق على الصحيحين قال عنه أيضا اتهمه بالزندقة وهو بالرواية ساقط اتهمه بن حزم أنه يضع الحديث الروايات متفقة على أنه أموي الهواء وكذلك كذاب وكذلك متهم بالزندقة وينفرد بهذه الروايات وابن حزم المتوفى 456 للهجرة يقول وليس سيف بحجة إذا خالف ورواياته مخالفة ينفرد بها فلا يمكن اعتماد رواية سيف بن عمر الساقط بالرواية التاريخية والحديث النبوي ويضع الحديث ثم نعتمد روايته عن الإمام الحسن وخلاص يما أنه أموي الهواء جيد دكتور لماذا أعود لنفس السؤال لماذا اتهم الإمام الحسن عليه السلام أو لعله أكثر إمام تعرض للهجوم الإعلامي وهجوم الاتهامات يعني اتهامات كثيرة وكبيرة وقادرة على إسقاط أكبر شخصية السبب من الذي كتب تاريخ الإمام الحسن قلت منذ البداية سيف بن عمر التميمي وكان أموي النفس والهواء ثانيا المدائني مولى بني أميه ثم أكثر حملة علض لها الإمام الحسن عن طريق أبو جحفر المنصور المتوفى 158 للهجرة الخليفة العباسي جند أو كان لديه رسائل مع النفس الزكية كان يتهجم على أبو طالب أولا ويكفره ويتهجم على الإمام الحسن أنه كان مزواجا مطلقا من جهة ويتهمه بالتخاذل وضعف القيادة والشخصية الحملة بدأت من أبو جحفر المنصور لأن بني الحسنيين أو أبناء الحسن النفس الزكية وإبراهيم خرجوا عليه سنة 145 للهجرة و146 فقضى على ثورتهم فكان لديه ثأر مع الإمام الحسن واتبع ذلك الأمويين أو ذوي النفس الأموي أو العباسيين مثل المتوكل العباسي وغيره فأغلب المحدثين وكتاب التاريخ إلى اليوم ذات جاه أموي جيد إذن لماذا لم تنتشر الروايات الذاكرة والمادحة للإمام الحسن عليه السلام لم تأخذ الاتساع والمساحة لأسيما في صفوف المؤرخين والكتاب يعني الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا أو إن قاما وإن قعدا أصح لم تأخذ نفس المساحة التي أخذتها روايات ذنب الحسن عليه السلام حتى في صفوف كتابنا كما قلت لبسبب الكتابات العاطفية المنحازة لبني أمي من جهة أو المنحازة للعلويين بشكل آخر الإمام الحسين شخصيته غطت على الإمام الحسن من ناحية مقتله في يوم العاشر من المحرم عاشورة واقعة الطف غطت على الإمام الحسن اهتم شيعة أهل البيت بقضية كربلة وقصروا في كتابة أو الاهتمام بالإمام الحسن لماذا؟ لأنه لم يقتل في معركة نحن نحب ونؤكد على الشخصيات التي تقتل في معارك هذه هي العقلية العربية البدوية الإمام الحسن نعم هناك تقصير وإن كان باقي شيء في القرش يجمع أغلب الروايات لكنه يحتاج إلى تدقيق وتحليل لأنه منحاز بشكل كبير إلى أهل البيت إلى الحق على حساب الموضوعية إلى الحق منحاز نعم منحاز إلى الحق ولكن نعم دكتور نحتاج إلى موضوعية أيضا دكتور هناك من يصل إلى حد من الجرأة يبرئ معاوية عن قتل الحسن عليه السلام هذا كلام عاطفي أيضا الذين حاولوا تبرأت هو هل يوجد دليل أن معاوية قتل الحسن؟ اتفقت الرواية التأريخية بالإجماع وأنا مسؤول عن هذه الكلمة أن الإمام الحسن توفي مسموما هذه النقطة لا خلافة بين المؤرخين على الإطلاق هذه النقطة النقطة الثانية من الذي قتله؟ أغلب الروايات تقول جئدة بنت الأشعث ثاليا بعضهم كابن الجوزي المتوفى 597 للهجرة يقول أن الذي قتله أو كلف جئدة بنت الأشعث بقتل الحسن هو يزيد بالمعاوية وتبعه في ذلك الصيوطي في تاريخ الخلفاء لكن هذا الكلام غير موضوعي لماذا؟ من المستفيد من التخلص من الإمام الحسن؟ معاوية لأنه يريد أن يجعل نظام الخلافة عن طريق الوراثة عن طريق التخلص عن الإمام الحسن والنفس العلوي أو الحسين أو ما شئت على أن تبقى وراثية في بني أمية صاحب المصلحة وأغلب الروايات التاريخية إذا ذهبنا إلى البلاثري أنساب الأشراف الطبقات الكبرى لابن سعد الطبري ابن الأثير ابن خلدون وغيرهم كلها تتفق على أن المعاوية هو الذي قتل الإمام الحسن المعاصرون مثل الدكتور أحمد شلمي أحمد أمين والصلابي يحاولون على حساب الحق والحقيقة تبرأت معاوية جيد قبل أن أتجه باتجاه يعني سياسة الإمام الحسن سؤال حتى أنتقل إلى سياسة الإمام الحسن هل تثبت رواية معارضة أم المؤمنين عائشة لدفن الحسن عند رسول الله صلى الله عليه وآله نعم هذا الصحيح ثابتة ثابتة أولا أشار إليها لعقوبي في تاريخه المتوفى 292 سؤال ثابتة لكونك تنتمي إلى مدرسة أهل البيت لو ثابتة لكونها حقيقة علمية موجودة كل الأمرين وإن كانت تنتمي بالأصل إلى مدرسة أهل البيت لكن المصادر تذكر ذلك وما هي بعيدة عن موقعات الجمل أين كانت وأين كان الحسن عائشة كانت في صف الذي يقاتل الإمام الحسن والإمام علي فهذه ترتبط بتلك جيد جيد الإمام الحسن عليه السلام هل فعلا رمي نعشه بالسهام نعم موجودة بعد معارضة أم المؤمنين نعم مروان بن الحكم وأمثاله رمو نعش الإمام الحسن هذا صحيح جيد إذن أرجع لسياسة الإمام الحسن عليه السلام هل تعتقد أن الإمام الحسن عليه السلام بمناورته هذه الكبيرة أنه من باب سلم يعني أو أجرى صلحا كما سميته أو هدة مع معاوية هل تعتقد معي أن الإمام ناورة مناورة كبيرة بتوطئة الأمر وتهيئة الأرضية المناسبة للإمام الحسن عليه السلام أم تعتقد أنها لها كانت عثرة من عثرات الدهر الحقيقة إذا كنا نتكلم بتجرد وموضوعية والمصادر القديمة الأساسية مثل أبن عثم الكوف الطبري البلاذري إلى آخره نقول إنها اضطر الإمام الحسن للصلح أو الهدنة كما يقال ووقف الحرب فتنازل عن الخلافة مكرها ومضطرا ومجبرا نتيجة الظرف موضوعي وليس له علاقة بقضية ثورة المعام الحسن الكتاب المعاصرون هم الذين قالوا ذلك كتاب الشيعة المعاصرون الآن ولذلك السيد محمد الصدر انتقد هذا الرأي وذهب إلى أن الإمام الحسن صالح نتيجة ظروف موضوعية وليس تمهيدا لثورة الإمام الحسين لكل ظرفه وإمكاناته هل اتجه أهل البيت سلام الله عليهم قبل استشهاد الإمام الحسين بالتنظير لقضية الإمام الحسين هذا يحتاج إلى إثبات كبير بعد مقتله نعم قبل مقتله الروايات الواردة من مصادر السنة ومصادر الشيعة دكتور ناسية ما رواية أم سلمة التي الثابتة عند كل المسلمين نعم أنا أفهم إذا تذكر كلامي في بداية الحلقة هناك كثير من الأحاديث التي نصبت إلى الرسول بعد وقوع الأحداث لا قبلها هناك كثير من الروايات والتنبؤات التي نصبت إلى الرسول والأئمة بعد وقوع الحدث لا قبله جميع التنبؤات في التاريخ الإسلامي والتي عالجها جورج طرابيشي في كتابه المعجزة أو سباة العقل في الإسلام أثبت بالدل الأدلة وبالآيات القرآنية أن تلك التنبؤات كتبت بعد وقوع الأحداث لا قبلها جيد هل كان معاوية سياسيا بالقدر الذي استطاع أن يمسك زمام الأمور وأن ينحي الإمام الحسن أو يفرض على الأمة أو يفرض أن يتنحى الإمام الحسن عليه السلام عن السلطة هي ليست دهاءً ولكن موازين القوى موازين القوى كانت في صالح معاوية من ناحية القوى العسكرية من ناحية اتفاق كلمة أهل الشام على طاعته وفي العراق هناك إلى الآن يميلون إلى الانشقاق وعدم الطاعة والمعصية والجدال وقلة المناصرين للإمام الحسن وكثرة المتخاذرين وهذا الأمر سجله الجاحب المتوفى بيتين وخمسة وخمسين الهجرة وقارن بين معاوية وأصحابه وهم أهل الشام وأهل العراق أصحاب الإمام علي وكيف أنهم وإن كانوا أصحاب نظر وعقل وتفكر إلا أنهم كثيرين الانشقاق والمجادلة جيد كيف استطاع معاوية أن يسيطر على الأمة وهو فعل ما فعل برموز وشخصيات كبيرة من الأمة هناك طبعا مقتل كثير من الصحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله من صحابة أمير المؤمنين متابعة الشيعة تحت كل حجر ومدر بل هناك من يقول أن معاوية هو الذي قتل أم المؤمنين عائشة كيف استطاع أن يعني هكذا يصول ويجول بالأمة والأمة كأنها في سبات الحقيقة نرجع إلى نفس الكلمة موازين القوى العسكرية والسياسية والأموال بيده وبلاد الشام تشمل سوريا كلها الآن الأردن فلسطين لبنان كانت بيده ولديه مئات الآلاف من المقاتلين والسيوف في أغمادها والأموال بيده يستطيع أن يفعل ما يشاء سواء قتل من أهل البيت أو غيره ولنا في صدام حسين عندما حكم العراق وكم أعدم السيد محمد باقر الصدر وقتل وكلائه واستطاع بل وقتل محمد الصدر وغيرهم من وكلاء والعلماء ولم يستطع أحد معارضته أو القيام بوجهه موازين القوى العسكرية هي التي تحكم جيد دكتور هل هو فعلا قبل أن أنتقل إلى السؤال الآخر أنا أريد أن أستهلك أكبر مجموعة من الأسئلة في أقل وقت هل هو فعلا قتل أم المؤمنين عايشة وكيف هناك أدلة لأن الروايات كثيرة يعني لا أدري أين الصحيح القراءة لا توجد أدلة قطعية ولكن من المستفيد من وفاتها هي معارضة لمعاوية أو تحويل الخلافة إلى بني أمية هي معارضة أصلا لعثمان بن عفان بالضبط معارضة للأمويين عموما اختلفت معهم واعتبار عثمان أموي نعم هو سيد بني أمية هو الذي مهد السلطة لمعاوية وقبله عمر بن الخطاب الحقيقة أن معاوية أو السيدة عائشة هناك ما يشير أو يستنتج أو يستنبط من أن معاوية هو المستفيد الأول من التخلص منها أو قتلها وهناك إشارات ودلائل للكتاب المعاصرين أن معاوية هو كان السبب وأنا أمير إلى ذلك أن معاوية تخلصا من معارضتها لا سيما أنه قتل الكثير من المعارضين لخلافة ابنه يزيد مثل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مثلا على سبيل المثال سعد بن أبي وقاص مثلا عائشة أحد المعارضين وهناك من يذهب إلى أن اختالها معاوية بالشكل أو آخر كل من عارضه تعيين يزيد وليا للعهد تخلصا منه معاوية جيد يعني السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه يدعم رأي يقول أن معاوية كان مدعوما دوليا كانت هناك بيزنطة هي التي تقف خلف معاوية وتدعم معاوية بشكل كبير ولذلك نجد كثير من الشخصيات البيزنطية موجودة في البلاط الأموي أنذاك وحتى في زمان خلافة يزيد بن معاوية أيضا وهذا يدلل على أن بني أمية كانوا يعني مدعومين دوليا بتعبير اليوم الحقيقة هذا الكلام فيه مبالغة وربما تجني على الحقائق لماذا وجود سر جول بن منصور مولى معاوية وهو من أصر رومي لا يعني وجود المؤامرة الدولية باللغة العصر هذه هذه من مبالغات السيد محمد العد من يجاب الأموال هذه الضخمة وهذه القوة الكبيرة بلاد الشام معروفة بكثرة الأموال معروفة بكثرة الرجال وبالمساحة هي أربعة أضعاف مساحة العراق الأمويين قاتلوا الروم ما ممكن يدعموا معاوية ولا يوجد دليل على ذلك لا في المصادر الإسلامية ولا في المصادر الرومانيين جيد أنك مصادر تقول أن معاوية كان مسيحيا أميل إلى هذا الرأي جيد رومانيا مسيح ويدعمون بشكل طبيعي إذا كان هناك حاكم مسيحي من داخل الإسلام يدعم لا شيء هذا استنباط له ما يبرره لكن ليست أدلة هي القصة واضحة دكتور معاوية مسيحيا ما توصلين معلق على علومة نستنتج أنه مسيحي ليست أدلة قطعية جيد الرواية التي تتحدث بمسيحيته هناك روايات في تاريخ دمشق لب العساكر أنه مثلا بويع بالخلافة في كنيسة مثلا وغيرها من قراء وأدلة تميل بنا إلى القول أنه كان مسيحيا لكن حتى لو كان مسيحيا لا يعني أن الرومان دعموا لأنه دخل في معارك معهم جيد دكتور يعني أنا لا أريد أن أقف أكثر على مسيحية معاوية من عدم مسيحيته ولكن حقيقة القراءة تشير بما أنه هناك أدلة كبيرة لا يمكن إمكارها أن معاوية كان مسيحيا وهناك شخصيات مؤثرة مثل سفجون وغيرها في البلاط الأموي فما المانع دكتور ما المانع أن يكون مدعوما وإلا هذه الواقع الحرب التي بينها هذه القوة القوة المفرطة القوة لصالح معاوية وهو كان من القادة في عهد أبي بكر وعمار التي قاتلت أهل الرومان هذه نقطة ودخل معهم في هدنة في حربه في صفين ثم عاده وغزى الممالك أو الولايات التي يحكمها الرومان بمعنى هذه الحروب تنفي الاتفاق بينهما معاوية قوي لا يحتاج إلى الرومان ولا يوجد مصدر رومان واحد يؤكد أنهم يدعموه حتى هناك الإسلام كما رأاه الآخرون أحد المستشقين المعاصرين طلعت عليه قبل أشهر ما يقرب من 900 صفحة لا يوجد دليل يدعم هذا الرأي وهو كتاب يعتمد على الوثائق المكتوبة في عهد الرسول في عهد معاوية في عهد الإمام علي في عهد الأموي الوثائق الموجودة لا تدعم هذا الرأي وإن كان هناك استنتاج قابل للإثبات والنفي جيد نسأل عن الأمة في زمان الإمام الحسن عليه السلام أين كانت الأمة؟ الأمة كانت متخابلة أين كانت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ما يقرب من 800 صحابي من أهل بيعة الرضوان اشتركوا في صفين مع الإمام علي وما يقرب من 25 من أهل بدر وهكذا لكنهما مع ذلك كثرة القتل فيهم كثرة القتل فيهم سواء في ماركة الجمل سواء في ماركة الصفين النهروان غارات معاوية ثم في عهد معاوية قتل بعض الصحابة كحجر بن عدي وهذه الرواية معروفة ومشكورة عفوا أنا أنظر إلى القضية بمنظار يعني شوي أبتعد عن النصوص الدينية والتاريخية وأنظر لها بمنظار عقلائي طيب أجد أن القضية منظمة قضية قتل الصحابة وتصفية صحابة رسول الله ما من أهل بيعة الرضوان وأهل بدر والأولاء الأوائل أجد أن القضية منظمة ومستهدفة وأن القضية مخطط لها وهذا لا يمكن أن يأتي بتخطيط فرد واحد مثل معاوية معاوية من دهات السياسة وهذا أمر معروف إداري قدير لا نحبه عدو للإمام علي نعم ولكن يجب أن نعترف بالحقيقة الرجل قدير في السياسة ويستخدم سياسة الترغيب والترهيب استطاع اختيال بعض الصحابة قتل بعض الصحابة واجه أهل البيت وقاتلهم وإلى الآن أغلب الأمة تقدسهم هذا رجل مؤثر شئنام أبينا فمعاوية من طغاة الأمويين واستطاع بلا دولة قوية هي الدولة الأموية هل قتلهم بنتيجة تخطيط هناك اختيارات نتيجة الحاجة الذي يعارض ولاية ابنه يزيد من بعده وليا للعهد اقتاله الذي عارض خلافته اقتاله وهكذا يعني المراحل والظروف هي التي تحكم جيد دكتور أعود لنفس السؤال الأمة أين كانت أهل بيعة الرضوان بيعة الشجرة أهل بدر إذا قلنا أهل بدر توفي منهم ثلاثة عشر أو ثلاثة وعشرون في الواقعة فالأغلب هم ثلاثمية وثلاثة عشر الأغلب هم باقون لا ليس الأغلب باقون هناك معارك الفتوحات الإسلامية قتل كثير من الصحابة جيد أو لهوا أو تجارة تركوك قائمة انفضوا إليها وتركوك قائمة هذا إذا تجارة فما بارك بالحرم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة سورة الجمعة صحيح جيد دكتور يعني الأمة تخاذلت نعم الأمة تخاذلت أي أمة المدنية أم الأمة الملكية أم الأمة البصرية في العراق في الحجاز في اليمن في المدينة هكذا أما في الشام كما قال الإمام علي عليه السلام أرى أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باتحادهم على باطلهم وتفرقكم على حقكم ليت معاوية ابن أبي سفيان استبدلني بكم بذل الدرهم بالدينار صحيح إذن هناك تخاذل إذن التخاذل لكن هذه المجتمعات المختلفة لا يمكن أن تجتمع على تخاذل دكتور القتل له دور والحروب لها دور والأزمات الاقتصادية نتيجة تلك الحروب لها دور بالإضافة إلى أنه الإمام علي كان أو الإمام الحسن رجل مبدئي ولا يعتمد سياسة الرشوة وغيرها جيد يعني الأمة التي ضه خرجت مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعني مثلا من همدان من ربيعة كان مجاميع كبيرة أين هذه المجاميع مع الحسن عليه السلام هي في عهد الإمام عليه نفسه جمع منهم ما يقرب الأربعين ألف وعندما قتل بعد خطبة الجمعة أو استشهد أو جرح تفرقت تلك الجمع ولم يبقى أحد بقي منهم بضعة آلاف مع الإمام الحسن ولكنهم تخاذلوا في الطريق وانشقوا عليه ولا ننسى أن عبيد الله بن عباس هربوا من مجموعة منهم ما يقرب أحد ألاف مقاتل دكتور يقال أن الإمام الحسن عليه السلام وصل إلى مرحلة يسرق الحلث الذي يضعه تحت سرج الداب حقيقة هل هذا يعني أن معاوية كان قادرا على استقدام الحسن مكتوف اليدين هذه من المبالغات المؤرخين أيضا مثل باقل شيف القرشي وغيره هو لم يقلها القرشي ولكن ولكن يعني الواقع إذا دكتور تبنى هذا الرواية إذا كان الإمام الحسن عليه السلام يسرق الحلث يعني هي قطعة قماش يضعها تحت سرج الداب إذا هذا الحلث يسرق ويطعن بفخذه وتصل الطعن إلى العظم نعم ما المانع أنه يقتل أو يستقدم مكتوف اليدين ممكن لكن كما قلت هي مبالغة لأن الجمهور غالبا طلبوا منه البقية على تعبيرهم عندما سألهم عن الصلح أو القتال اختاروا البقية البقية شنو يعني؟ يعني نبقى ولا نقاتل جيد أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة كما في صورة التوبة جيد لماذا تتخاذل بجانب الأمة من جانب الحسن ملة الحروب ولا تتخاذل من جانب معاوية ومعاوية هم كان يقاتل وهذه من عجائب الدهر كما يقال لأن أهل الشام أهل طاعة طبيعتهم إلى الآن إلى وقت قريب هم أهل طاعة لحافظ الأسد ثم بشار الأسد حتى تدخلت بعض الدول وحدث ما حدث هم أهل طاعة أهل العراق أهلون شقاقات وأهل الحجاز أهل الحجاز غزاهم معاوية وذبح أهل المدينة وذبح أهل مكة مكة لم تستسلم لمعاوية مكة بقيت تحت قيادة عبدالله بن الزبير وفي النهاية تم قتله وقتلهم أيضا وسارت الدماء في الكعبة ثم سار قبلها إلى اليمن بسرب أرطأ وقتل وذبح فيها أنا حقيقة دكتور أتوقف عند قوة معاوية هو قوي الشخصية ويتمتع بالدهاء وله قدرة إدارية وحنكة سياسية يعني طبق سياسة ميكافيلي أو سبقه فيها سبق ميكافيلي نعم سبقه جيد هل كان يعتمد على الدهات في التخطيط عباس محمود العقاد لديه كتاب معاوية في الميزان قارن بين ولاة معاوية وولاة يزيد ولاة معاوية هم أكفاء مثل زيادة بن أبي وأهل دهاء أيضا وفي نفس الوقت ولاة يزيد من بعضهم أبنائهم مثل عبيد الله بن زياد ليسوا أكفاء وإنما طغات جلادين جيد كيف سأل إذا لم يكن يزيدا قادر على أو كان ضعيف مثل ما توصف بعض الروايات وكان يعني هوائيا يعني يتبع هواه يربي قرده معرف كقرده الذي أقامت له الدولة الإسلامية حدار ثلاثة أيام وكان يعاقر الخمر ويركب الفجور ويقتل النفس المحترم وما إلى ذلك من صفات يزيد كيف يسلم وهو داهية معاوية كيف يسلم هذا الصرح الذي بناه بجهد ومال وإلى آخره إلى مثل يزيد العاطفة الأبوية وبعد النظر أنه كان يريد أن تستمر الخلافة في نسله العاطفة الأبوية تغلب العقل هل استمرت؟ لا تم القضاء عليها بعد؟ يعني بعد تحولها إلى الفرع السفياني من مروان بن الحكم وعبد الملك وما إلى ذلك يعني بعد أن صارت مروانية أصبحت مروانية هل انتقالها طبيعي وفق نظرية من خلدون هرم الدول؟ من خلدون وفق نظرية كان يعتقد أن معاوية عين ابنه يزيد مراعاة لمصحة الأمة والدكتور أحمد شلبي يؤيد فكرة التعيين ولكن ليس الرسول يعين هذا في غير مصرحة الأمة أما إذا عين معاوية فهذا في مصرحة الأمة لعدم الاختلاف وعدم تكرار الصفين والجمل والنهروان على حد تعبيره وكاتب مصر طبعا كتابة التاريخ الإسلامي والحضار الإسلامية يقول أن معاوية العينة وليا من بعده عمر حكيم ولكن كان المفروض أن يعين رجل كفء من بني أمية لا ابنه دكتور هل فعلا أن الإمام الحسن عليه السلام بهذه الصورة الوردية سلم الخلافة لمعاوية أم كان هناك يعني طرح يعني من يحاول أن يزوق ويجمل تلك الحقبة لا سيما أنه يصطدم بأن معاوية صحابي معاوية باعتبار أكو من يقول بقداسة الصحابة هو من بقايا الصحابة بمعنى أسلم بعد فتح مكة بتسعة أشهر يعني تقريبا سنة تسعة للهجرة أسلم فم أين صحابته للنبي وأغلب الأحاديث وضعت متى أسلم دكتور تقريبا سنة تاسعة للهجرة نعم بعد فتح مكة لأنه هرب وما يقرب تسعة أشهر لم يكن يريد أن يسلم الرجل من المتأخرين لا هو من كتاب الوحي هو أنا أردسل عن كتاب الوحي يعد من كتاب الوحي عند المسلمين هذه رواية هو التي رواها معاوية نفسه يعني عبد الله المؤمن على تعبير صدام حسينه نعم معاوية أصلا كذب لا ممكن الاعتماد أن يمدح نفسه ولا قبله هامنه ادعى أنه أسلم في صلح الحديبية مثلا والدعى أنه مكتاب الوحي الثابت عند المسلمين دكتور نعم الثابت عند المسلمين متى أسلم بعد فتح مكة من مسمة الفتح وكان الرسول يعطيه الأموال مع أبيه من المؤلفة قلوبهم هو وأبوه أسلم بعد فتح مكة نعم بعد فتح مكة يعني قبل معاوية كان أخيه الأكبر يزيد ابن معاوية هو من يتسنم يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية الأكبر هو الذي كان يتسنم السلطة الأموية أنا ذاك أولا دعني أسأل كيف وصلت يعني كيف وصلوا إلى السلطة بني أمية وكيف جروا هذه الويلات على الأمة الذين أو صلاهما هما أبي بكر وعمر لماذا؟ لأن معاوية أبو سفيان اعترض على خلافة أبي بكر كان يتحدث عنهما بأنهما الأذلان أو لا في العير ولا في النفير كيف تكون الخلافة فيهما؟ فحرض الإمام علي والعباس على مقاومة خلافتهم فقدمت له الرشوة من قبل أبي بكر وعمر أن يستلم أموال الصدقة التي كلفه النبي بجمعها ما يقرب من مائة ألف هذا أولا وتعيين أبنائه أولهم يزيد في حملة تحرير بلاد الشام من الاحتلال الروماني فتوفي يزيد فاستلمها من بعده يزيد أخو معاوي الأكبر نعم توفي أثناء الفتوحات إذن هما كانوا مفروضين على عثمان بن عفان الخليفة الثالق اللي يعينهم أولا أبي بكر وعثم عمر ثم وسع لهم عثمان بن عفان جيد دكتور رحيم فرحان صدام كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا شكرا على الصراحة والسرعة في الإجابات كما تعودنا دائما التحاضر وسريع البديهية وأنا أغبطك على حفظك العالي للأرقام والتواريخ والشخص والسنين إن شاء الله يديم هذه الذاكرة والفاكرة أيضا شكرا جزيلا لك دكتور كنت عزيزا وضيفا آنسنا في برنامج الدين والدنيا شكرا كذلك شكري وامتناني لكم أحبتي لحسن اللظام وحسن المتابعة ألتقي وإياكم في حلقة قادمة إلى ذاك الحين أستودعكم الله وأسترعيكم في أمان الله وحبظه اشتركوا في القناة